بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد موضوعنا عن تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأخلاق المؤمنين فإنه صلى الله عليه وسلم قال إنما بعست لأتمم مكارم الأخلاق فالهدف من الرسالة والهدف من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقامة هذا الدين وبعد الإيمان بالله تزكية الأخلاق والأخلاق هي عنوان هذا الدين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه وقد حدثنا القرآن الكريم عن تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأخلاق المؤمنين فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته يتلو عليهم القرآن الكريم ثم قال وَيُزَكِّيهِمْ تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأخلاق المؤمنين ما فائدة تزكية النفس قال ربنا سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فالفلاح في تزكية النفس طريق الفلاح والنجاح في تزكية هذه النفس تزكيتها بالأخلاق تزكيتها بالابتعاد عن الزنوب والمعاصي تزكيتها بتبديل الصفات الزميمة إلى صفات حميدة جميلة ففائدة تزكية النفس أن الله قال قد أفلح من زكاها الوصول إلى الفلاح والنجاح وقال ربنا سبحانه وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ففهمنا أن طريق الجنة يكون بتزكية النفس والابتعاد عن هوى النفس وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وما معنى تزكية النفس؟ في اللغة التزكية معناها التطهير فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليطهر قلوبنا وجاء صلى الله عليه وسلم ليخرج الضغائن والأحقاد والكراهية من قلوب العباد لماذا؟ لأنه رحمة وقد أرسله ربنا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهذا هو المعنى الأول في تزكية النفس في معنى التزكية التطهير وواجب على العب أن يطهر نفسه وأن يطهر قلبه من كل خلق زميم ومن كل خلق في قلبه لا يتناسب مع الإيمان ولا يتناسب مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما المعنى الآخر في تزكية النفس هو النماء والزيادة والارتقاء يعني الارتقاء بالمستوى الأخلاقي إلى أعلى درجات الكمال وهذا عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك العبارة التي طالما نرددها إنما بعزت لأتمم مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق لم يقل الأخلاق الكريم وإنما مكارم الأخلاق أعلى درجات الأخلاق جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتمام هذه المكارم لأن الأخلاق كانت موجودة عند العرب العرب وهم في الجاهلية كانوا يعرفون بالصدق وكانوا يعرفون بالشجاعة وكانوا يعرفون بالكرم هذا يشتهر عنهم وهذا فهمنا في الشعر الجاهلي أنهم كانوا يكرهون الكذب يكرهون الغدر يكرهون الخيانة يحبون الوفاء بالعهود يحبون الكرم يحبون أهل الشجاعة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج بالإنسانية من هذا المستوى الأخلاقي إلى أعلى درجات الأخلاق إنما بعست لأتمم مكارم الأخلاق هناك من العلماء من سلك في هذا الباب مسلكا طيبا وهم أهل الله الأولياء العارفون بدأوا في تسكية النفس ووضعوا القواعد لتسكية هذه النفس ومن هؤلاء الشيخ أبو الحسن الشازلي رضي الله عنه أرضاه الذي تحدث بصراحة واضحة عن علم تسكية الأخلاق قال من لم يتغلغل في علمنا هذا يعني من لم يعرف تسكية النفس وعلوم التسكية وعلوم الأخلاق قال مات مصرا على الكبائر إذن لا بد من تسكية هذه النفس ولا نهمل هذه النفس بدون تسكية فإن الفلاح في تسكية النفس وإن طريق الجنة في تسكية هذه النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته